عن هذه القرية التي تعد ملجأ ومأوى للرياضيين ضيوف الجزائر في هذا المحفل المتوسطي الكبير الذي ستحتضنه مدينة وهرام بداية من السبت المقبل إن شاء الله إذن هذه الصور المباشرة مشاهدة الأفاضل من داخل القرية المتوسطية كما تبدو في هذه الأثناء أجوى طبعا تبدو مريحة هنا داخل القرية المتوسطية طبعا وإسلام مشتوى يمكن أن يعطينا تفاصيل أوفى وهو متواجد هناك إسلام تفضل نعم حسن كما تشاهد هذه القرية سنحاول أخذ جولة بها بمقر الإقامات كما تشاهد هذه العمارات الكبيرة أو هذه المناطق السكنية الخاصة بإقامة الوفود كل وفد يضع عالمه على نوافد هذه العمارات كما هو الحال بالنسبة هناك لعالم مقدونيا الذي يتواجد هذه الإقامة خاصة بعالم مقدونيا كذلك حسن ما شاهدناه هو كذلك الحراسة الأمنية المشددة هنا من عاصل الأمن يتواجدون على الدراجات هوائية لحماية ربما الرياضيين أو توجيههم كما تشاهد حسن يقومون بواجبهم على أكمل وجهه عن طريق خطة أمنية وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لو نتوجه من هناك سوفيان نعطي مشاهد كذلك عن الوفود سواء الليبية أو الجزائرية هم يتجمعون في شكل مجموعات يتحدثون ربما عن انطلاق المنافسة سيتحدثون كذلك عن إعجابهم الكبير بربما الظروف الإقامة والراحة التي وجدوها خلال قرية المتوسطية نعود إلى إسلام مرحبا مرة أخرى إسلام فضل نعم حسن كما تشاهد نتبع تجولنا هنا ربما في هذه القرية المتوسطية كما تشاهد مشاهد هنا عن ظروف الإقامة كذلك حسن لو نستطيع التدخل مع أعضاء الجيدو حسن نلتقينا بالصدفة مع سعيدي المدربة معينة سعيدي المدربة المنتخب الوطني للجيدو إينات لو تعطينا ربما سيدتي لو تعطينا ربما انطباعك عن ظروف الإقامة وكذلك الأهداف اللي قدرتوها هنا اللي راكوا جايين بها الهدل الآن بسم الله الرحمن الرحيم كما كنت شاهدوا في الورغانيزاصيان الإكس خودينا كنا جينا البارح كانت كنا بوفد 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 البس به الحمد لله كانت كان استقبال من الوالي وليت وهران وكان شعب وهران ثاني كواقف معنا الحمد لله ورانا هنا في الفيلاج كل شراء وبيان إن شاء الله ننفرحوا هذا الشعب الجزائري ويكونوا بلوس دي ميدان إن شاء الله إن شاء الله معي كذلك سامير سبع اللي هو المدير التقني الوطني في الجيدو سي سبع رانا نشوفهم كذلك مرتاحين ربما هنا في إقامة ظروف تدريب بسم الله الرحمن الرحيم رانا من باهرين ورانا جيد سعادة اللي وجودنا هنا في الفيلاج من تيرانيا سي هذا الفيلاج من تيراز العالمي حنا رانا نهضروك رانا هنا يرانا كشهود أعيان الإطعام موهم جداً وكان إطعام تاني اللي عبتهم صحة رانا هم موقفين على قدم وساق لتاني اللي شامر لبرجمون تاني سي اكسيلون كانت تولي مويا رانا مرتاحين جدو مرتاحين حنا وضيوف تاعنا حتى ضيوف تاعنا زملاء تاع البلدان الجانب تاني راه وشكرونا وعلى التنظيم على الإقامة للرسوراسيون كل حاجة موهيئة وهذا يزيدنا فخر لبلادنا المجمو مو وحنا نفرحانهم بزاف باحتضان جزائر العب البحر العبيد المتوسط خاصة التنظيم المحكم اللي راه من ندمو فيه للمسؤولين وكل اللي راه موقفين على هذه التدهورة شكرا سيدي نزيدنا راح نشوفه كذلك بعض الوفود التي نراها حسان تتنقل من مختلف الدول سواء سوريا أو مصر أو ربما دول متوسطية على العموم سنحاول لأخذ كذلك صور عن القاعات الرياضية المتواجدة هنا التي يتدرب فيها مختلف الرياضيين توجد هنا أمامي قاعة خاصة برياضة الكاراتي والجيدو معني في هذه الأطلاق إذن حسان كما نشاهد هنا هذه القاعة الخاصة برياضة الجيدو أين يتواجد ربما مختلف الرياضيين هناك رياضيين من كرواتيا يجلسون هنا من أجل الحديث ربما عن هذه المنافسة لأعطينا الزميل البوسلام صور من داخل القاعة هنا يتدرب عديد العناصر هنا قبل أن نختم هذا المعيد الإخباري نريد إعطاكم صورة عن تدريبات هنا كما تشاهد حسام تدريبات عناصر عدة منتخبات تتدرب هنا تحضيرا لهذا الموعد إن كنت تسمعوني حسام أسمع وأشاهد هناك ربما الوفد البرتغالي هذا المنتخب البرتغالي يتدرب هنا تحضيرا لهذه الألعاب كل العناصر ربما إينات وذكور يحضرون بجدية كبيرة هم أيضا يريدون حصد الميضاليات والتشريف بلادهم أيضا كما يسعى إليها كله رياضي هنا كما تشاهد نعم سنحاول التنقل إلى كذلك لنعطيكم صورا أخرى حسام من خارج هذه القاعة يعني هناك عدة هيكل داخل هذه القرية هناك قاعات لأفوان الملاكمة أو جيدو أو كاراتي وحتى ملاعب لكورة القادم بعشب طبيعي من النوع الرافع يشبه الذي يتوجد في ملعب وهران الأولمبي هناك أيضا كذلك ربما قاعات للعلاج من الطراز العالي أماكن لاسترجاع كذلك الرياضيين بعد مشاركتهم في مختلف المنافسات كما تشاهد المصارعين برتغاليين يحاولون التمرن قبل دخولهم المنافسة التي ستكون قوية وقوية جدا في ضيل خاصة وجود الجزائريين المعروفين في رياض التجييد وفي صورة بن عمادي تسمعني تسمعني إسلام نعم أسمعك حسام نذكر فقط بأن هذه الصور حصرية تلفزيون النهار هو الوحيد الذي دخل إلى القرية المتوسطية كما نتابع في هذه الهاتفة حسام أردت أعطيك صورة لقاعة العلاج المتواجدة أمامي والتي تحتوي على ربما مرافق كبيرة وكبيرة جدا هناك رياضيين يعالجون الآن من الذين تعرضوا لبعض الإصابات الطفيفة ربما أو بعض الإرهاق أثناء تحضيراتهم والتي توجد خارج هذه أو أمام هذه القاعة الرياضية يعني يقول كل المرافق جاهزة والرياضيون بدأوا في استعمالها سواء في التدريبات أو في العلاج إن أمكن يأتي الزميل أو المصور بوسلام الإعطائنا مزيدا من الصور عن هذه القرية المتوسطية الكبيرة كبيرة جدا يصعب التنقل فيها على الأقدام حسام خاصة أن المنظمون هنا وفروا حافلات لنقل الرياضيين نعم هناك وفد من الرياضيين يتجولون هنا هناك من يتجه لماكن التدريب هناك نعم هذه الحماية المدنية متواجدة في كل مكان حسام من أجل الاختراب ويكون قاربين من الرياضيين من مختلف البلدان هنا وهي الخطة التي وضعتها أيضا نعم إسلام إن كنت تسمعني إسلام نكتفي بهذا القدر سنعود إليك في نشرتنا الرياضية المقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا لك كانت هذه الصور حصرية من داخل القرية المتوسطية بوهران قبل حوالي 24 ساعة عن انطلاق الحدث الكبير المتوسطي بي أو